موسيقى شابة عمانية أطلقت العنان لقدراتها في مجال تصميم الأزياء وبالتالي سعت أيضا أن تكون لها حضور وبصمة في مختلف المحافل الدولية لتضع الأزياء العمانية ضمن خارطة هذه الأزياء العالمية مشاهد الكرام التفاصيل وغيرها بوجود الأستاذة أمل بنت عبدالله الرئيسية مصممة أزياء وصاحبة علامة أمل الرئيسية مرحبا بك سهلة وإحنا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح صباح الخير صباح النور صباحكم خير وصباح الخير على المشاهدين وشكرا جزيلا لدعوتكم لليوم حياك يلا معنا اليوم في برنامج قهوة الصباح في بداية أكيد هذا الحديث كما نعلم منه أزياء العماني دائما له طابع مميز من بين الأزياء العربية هنا نتحدث أكثر عن خصوصية الزي العماني التي تميز أيضا عن الأزياء العربية والأزياء العالمية الأخرى طبعا الزي العماني يتميز باختلافه وتنوعه يعني عندنا الزي الأزياء التقليدية العمانية تتميز عن غيرها من الأزياء في المنطقة باختلافها سواء كانت في القصات في الأقمشة في التفاصيل الدقيقة إحنا الأزياء التقليدية العمانية عندنا تختلف من منطقة لثانية ففي عندنا تنوع كبير في الأزياء التقليدية وهذا اللي يميزنا عن غيرنا من الأزياء في المنطقة جميل جدا طيب أستاذ أمل يعني في ضوء ما تشهد الساحة أساسا من طفرة واسعة ما شاء الله من المصممين والمصممات في مختلف المجالات كيف من الممكن للمصمم أو المصممة فعلا أن تتميز أو أن يتميز عن غيره أو غيرها من المصممين والمصممات بحيث يكون لها حضور متفرد بشكل عام أعتقد ببساطة يجب على المصمم أن تكون له هوية واضحة يعني ضروري أن المصمم ذوقه يكون واضح في تصاميمه توجهه يكون واضح إذا كان للمصمم هوية واضحة فأكيد أنه رح يتميز عن غيره ورح يكون مختلف عن البقية أما إذا كان المصمم يحاول أنه يقلد بس للظهور فهي فترة بسيطة ورح يختفي أكتفق تماما والجميل أيضا أن الصنطنة أيضا تتميز دائما بالأزياء العمانية والأزياء العمانية يعني سبحان الله الواحد لما يشوفها بالفعل يعرف أنه هذا زي عماني مختلفة في كل شيء مختلفة في قصاتها يعني إحنا أزياءنا التقليدية في منطقة الخليج ألوانها زاهية دائما تكون وأقمشتها يعني كل منطقة زيها له قماش معين بالضبط أزياء منطقة الجنوب تختلف عن أزياء المنطقة الشرقية وتختلف عن أزياء مسقط فهذا التنوع يعني يميزنا عن غيرنا جميل يعني دائما أيضا تتجاوز الأزياء فكرة التصميم والموضع إلى أن تكون رسالة وثقافة ممكن أن تصل حتى للعالم الخارجي نتحدث أكثر عن هذا الجانب أستاذا تصميم الأزياء هو فن والفن عامة هي رسالة وكل مصمم يتميز بأنه يوصل رسالته بالطريقة اللي هو يشوفها مناسبة في 2015 وبعد ثمانة سنين خبرة في مجال الأزياء وضعت لنفسي هدف أني أضع عمان على خارطة الأزياء العالمية وكانت هذه رسالتي أني في كل موسم أحكي قصة عن عمان فبالنسبة لمجموعات الأزياء اللي أصممها عندي مجموعتين في السنة ربيع وصيف وخريف وشتاء وكل موسم أحكي قصة عن عمان سواء كانت عن حرفة عمانية عن موقع أثري عن شيء رمز فكل موسم أحاول أني أوصل قصة عمانية للعالم خاصة أني أنا أحاول في كل موسم أني أسوق لهذه التصاميم في المجلات العالمية فكثير من المجلات كتبت عن القصص أو مصادر الإلهام لكل مجموعة عندي في بعض على سبيل المثال في ربيع وصيف 2018 كانت منطقة البريد الأثرية هي مصدر إلهام مجموعة كاملة في موسم من المواسم تحدثت عن دور عمان أو دور ظفار بالذات في طريق الحرير القديم وردة السلطان قابوس طيب الله ثرى كانت هي مصدر إلهام لمجموعة فكل موسم في قصة عمانية تحكى للعالم بطريقة فنية فهذه هي رسالتي لأنني أعرف العالم هذه رسالة وهذه أيضا مسؤولية توقع على عاتق المصممي والمصممات العمانيات بحيث أنه بفعلا يقوم بإبراز وتعريف العالم الخارج أيضا بكل هذه المكنونات الأثرية والتراثية والتاريخية والشواهد الجميلة الحضارية للسلطان الجميلة بطريقة حديثة مبتكرة وترقى إلى المستوى العالمي المطلوب ممتاز ولذلك سؤالي القادم سيكون أيضا عن مشاركتك المميزة أيضا في أسبوع لندن للموضة والأزياء ومغيرها أيضا من المشاركات الخارج جميلة أن نتعرف عليها ونتكلم شاركت في عدة أسابيع موضة عالمية شاركت في أسبوع لندن في أسبوع باريس للأزياء شاركت في أسبوع تورينو في إيطاليا للأزياء طبعا هذه المشاركات مهمة جدا لأنها تضع المصمم على مستوى العالمي في الأزياء وتفتح أبواب وفرص كثيرة فجدا ضروري أن المصمم يبرز نفسه ويحاول أنه بقدر الإمكان يشارك في هذه الفعاليات لأنها تثبت وجوده وتقرب له الأهداف لكن أنت شخصين إيش اللي أضاف لك هذه المشاركات أساسا بمختلف أنواعها كل مشاركة تضيف لي الكثير لأنه تجعل مني أني طبعا في البداية كانت عندي أهداف المشاركة في أسبوع الموضة كل ما أشارك في أسبوع موضة فمعناته أني أنا أرفع سقف الأهداف لأنه في النهاية أنا كمصمم أمثل بلدي أمثل أزيائي أتمنى في يوم الأيام أنه في شوارع المدن العالمية نشوف الأزياء مصممات العمانيات يلبسوهم الناس في الشارع مثل ما نشوف المصممين العالميين يقبلوا عليهم كل النساء من كل العالم فهدفي لما أصمم الأزياء تكون فيها هوية عمانية لكن موجهة لكل النساء في العالم فأي إمرأة في أي مكان في العالم تقدر تلبس من تصاميمي جميل طيب نتحدث أيضا هنا عن تجربة مشاركتك في مؤتمر الفخام العالمي كوندناست أيها الكوندناست هو مؤتمر فخام عالمي وهو أحد أهم المؤتمرات في العالم سنويا يقام في مدينة مختلفة طبعا الحين بسبب ضروب كوفيد فكل شيء تعطل لكن في 2017 أقيم المؤتمر في سلطنة عمان وما تم اختيار سلطنة عمان غير لأهمية عمان وموقعها الاستراتيجي المميز صحيح وكانت مصادفة أنه كان عنوان المؤتمر طريق الحرير لأن طريق الحرير القديم كان يربط كثير من دول العالم وكان في نفس الموسم مصدر إلهام مجموعة كان طريق الحرير ودور عمان وظفار بالذات في طريق الحرير القديم ظفار كانت ولا زالت تصدر اللبان واللبان هو من القدم أحد أهم منتجات الفخامة يعني كانت السفن تطلع من الصين وتمر على ظفار تاخذ اللبان توصلها للكنائس في روما فكانت هذه أهمية الظفار في هذا الطريق مصدر إلهام مجموعة وكان هو عنوان الكونديناز وكنت متحدثة في المؤتمر بجانب عدد كبير من المصممين العالميين وطبعا هذه التجربة فتحت لي أبواب كثيرة وفرص قصرت المسافات حلو حلو أمتاز أن تستاهلك طبعا كل الخير أستاذ أمل ولكن أيضا من أهم أدوات التسويق الرئيسية فعلا مشاركة في هذه المحافلة الدولية والعالمية أيضا فيما يتعلق بمختلف المجالات وهنا نتكلم عن مجال الموضة والأزياء ولكن أيضا بشكل العام ماذا أنت تكلمت عن ما قبل كورونا الآن نحن في ظل الجائح التي تتعصب بالعالم أجمع كيف استطعت فعلا أنك تسوقين أيضا لمختلف أعمالك هل لمواقع شبكات التواصل الاجتماعي حضور وبقوة أيضا في هذا الجانب؟ أكيد شبكات التواصل الاجتماعي الآن صار راغين عنهم هي وسيلة مهمة جدا لأي رائد أعمال مصمم تجارة أنهم يثبت وجودهم لكن ضروري نعرف إيش اللي ممكن نحط في وسائل التواصل يعني هي سلاح ذو حدين كمحتوى ضروري أن المحتوى يكون يرقى بالمستوى المطلوب أنا اليوم كمصمم أمثل وطن فضروري أن مواقع التواصل هي مفتوحة للعالم فضروري أن أستخدمها بالطريقة الصحيحة يكون لها اتجاه واضح وهدف واضح يعني يخدمني كمصممة أزياء وما يكون مجرد محتوى غير هادف جميل طيب أستاذة نحن ذكرنا قبل قليل أن مصمم الأزياء ممكن أن ينشر رسالة رسالة السلام وأن ينشر أيضا الثقافة العمانية والعالم يتعرف أكثر على الهوية العمانية هنا نتحدث أكثر أن كيف أيضا للمصمم أن يوظف الأزياء في الأعمال الخيرية والإنسانية ونحن لاحظنا هذا الشيحة في حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا المصمم في النهاية هو جزء من المجتمع فهو يتأثر يشارك في كل شيء في مجتمعه فالواحد ممكن يكون مبتكر في طريقة المساهمة ممكن كمصمم أزياء يساهم مع بعض الجمعيات الخيرية في تصميم قطع مميزة يكون ريع هذا القطع لهذه الجمعيات الخيرية ففي طرق مختلفة ممكن أن المصمم يشارك فيها في خدمة المجتمع مثل غيره ممتد طيب كختامية أساسا لهذا اللقاء إيش الرسالة وأنت رأي لتعمال يشارك بالبناء الحقيقة في هذا المجال إيش الرسالة اللي حاب توجهينها للمشاهدين والمشاهدات ممن تستهويهم هذه الموضع والتصميم بشكل عام في عالم الأزياء واللي فتحه مشاريع ولكن للأسف الشديد جائحة كورونا سببت لهم الكثير من التحديات والصعوبات والعراقيل إيش اللي حاب تقولي في هذا الموضع لا تضعوا حدود لأهدافكم ضروري أن الحلم يكون كبير الحلم إذا ما كان كبير بحيث أنه يخوفك فهو حلم ما يستهل أنك تسعاله يعني إحنا محظوظين أنه إحنا في بلد حقوقنا مكفولة فيه بالقانون من خمسين سنة الحمد لله ما في فرق بين إمرأة ورجل فهم سواسية فيه نصيبهم من التعليم فيه نصيبهم من العمل الامتلاك فضروري أنه إحنا نسعى لأهدافنا ونعرف أنه إحنا اللي نحط الحدود لهذا الأهداف شكرا لك نحن شكرين وجودك اليوم معنا الأستاذة أمل بنت عبدالله رئيسية مصاملة أزياء وصاحبة علامة أمل الرئيسي شكرا على وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح وحديثك كان جدا ممتع شكرا جزيلا شكرا على الاستضافة شكرا لك شكرا لأستاذة أمل وملخص كلامها أنه احلم تخيل تمنى فالحقيقة تبدأ بحلم حلم واقعي ممكن التحقيق الفرق الوحيد بيننا وبين العلماء والعظماء أنهم حلموا فصمموا وعرفوا وتحركوا وفي الأخير وصلوا فضلحوا إذن مشاهدين الأحبة ننتقل بكم الآن إلى هذا التقرير وبعدها لنعودة من جديد كنوا معنا اشتركوا في القناة